بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد استكمالا لما بدأناه في المحاضرة الماضية في الحديث عن أسباب انقضاء الشركات انتهينا من الأسباب العامة لانقضاء الشركات وفي محاضرة اليوم نتحدث عن الأسباب الخاصة لانقضاء الشركات ومعنى الأسباب الخاصة أي الأسباب الخاصة بانقضاء شركات الأشخاص ومن المعلوم لنا جميعا أن شركات الأشخاص هي التي تقوم على الاعتبار الشخصي فشخصية الشريك فيها محل اعتبار فإذا حدث لا قدر الله أن توفى أحد الشركاء أو حجر عليه أو شهر إفلاسه أو أعصاره أو انسحب من الشركة أدى ذلك إلى انقضاء الشركة فدعونا نتحدث بشيء من التفصيل عن هذه الأسباب فنتحدث عن السبب الأول وهو وفاة أحد الشركاء نالمعلوم لنا جميعا أن الشركاء في شركات الأشخاص يختار بعضهم بعض بناء على الأمانة والأخلاق وحسن التصرف والملاء المالية إلى غير ذلك من الأسباب التي تحقق الصقاة فيما بين الشركاء بعضهم البعض ومن المعلوم أيضا أن الشريك في شركة التضامن يقوم بمسابة الضامن أو الكفيل للشركاء الآخرين مما يعني أنه إذا لم يوفي أحد الشركاء بما عليه من التزامات أدى الشريك الآخر عنه هذه الالتزامات لذلك لا يقبر الشركاء الباقين على وجه الحياة إذا توفى أحد الشركاء في الشركة أن يستمروا في الشركة مع ورصة هذا الشريك لأن الصقة الموجودة في هذا الشريك لا يشترط أن تتوافر في ورصته فيمكن أن يكون الأب صالح والولد طالح لذلك إذا توفى أحد الشركاء في شركات الأشخاص كان من حق الشركاء الآخرين الباقين على وجه الحياة أن يطالبوا بانقضاء الشركة وحلها لكن إذا اختار أولئك الشركاء الباقين على وجه الحياة لاستمرار في حياة الشركة مع ورصة الشريك المتوفى فلهم ذلك لكن المشكلة تصور إذا كان من بين الورصة قاصر أو كان الورصة كلهم قصر وكانت الشركة شركة تضامن ففي هذه الحالة يشترط في الشريك في شركة التضامن أن يكون بالغ سن الرجد أي 18 عاما دون أن يعتريه عارض أو مانع من موانع الأهلية والقاصر لا يصلح أن يكون شريك متضامن في شركة التضامن فما العمل في هذه الحالة في هذه الحالة تتحول أو تنقلب شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة يكون فيها الورصة القصر شركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصة رأس المال المقدمة منهم فقط أما السبب الثاني من أسباب انقضاء شركات الأشخاص فهو إفلاس أحد الشركاء فيشترط لشهر إفلاس التاجر توفر ثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون المدين تاجر الشرط الثاني أن يكون الدين تجاريا الشرط الثالث أن يكون الدين حالا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة جاز لأي دائن من دائني هذا التاجر المطالبة بشهر إفلاسه إذا كان أحد الشركاء في شركة الأشخاص له تجارة خاصة به وتم شهر إفلاسه اهتزت الثقة والاعتبار الشخصي الذي أولاه إياه الشركاء الآخرين مما يكون من حق أولاء الشركاء المطالبة بحل الشركة وانقضائها أما السبب الثالث من أسباب انقضاء شركات الأشخاص فهو إعصار أحد الشركاء والإعصار هذا يختص به الأشخاص المدنيين أو التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه المدنية فإذا شهر إعصار أحد الشركاء في شركة الأشخاص أدى ذلك إلى اهتزاز الثقة التي أولاه إياه الشركاء الآخرين مما يحق لهم المطالبة بحل الشركة وانقضائها أما السبب الرابع من أسباب انقضاء شركات الأشخاص فهو الحجر على أحد الشركاء والحجر هذا يكون حق للورصة إذا كان الشخص لا يحسن التصرف في أموره المالية فهو يبذل لماله فيقوز لورصة هذا الشخص المطالبة بالحجر عليه فإذا حجر عليه وصدر حكم والحكم كما نعلم جميع عن عنوان الحقيقة اختلت الثقة واختلى الاعتبار الشخص الذي تقوم عليه شركات الأشخاص مما يكون من حق زائر الشركاء الآخرين المطالبة بحل الشركة وانقضائها أما السبب الخامس والأخير من الأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص فهو انسحاب أحد الشركاء من الشركة فمن المعلوم لنا جميعا أن كل شريك في شركات الأشخاص هو بمثابة الركن أو الأساس الذي تقوم عليه الشركة فإذا انسحب أحد الشركاء في شركات الأشخاص من الشركة أدى ذلك إلى اختلال توازن الشركة فمن الذي يسد الفراغ الذي نتج عن انسحاب هذا الشخص لكن السؤال الذي يطرح نفسه كان فينسحب أحد الشركاء من الشركة ومن المعلوم أن الشركة إذا كانت محددة المدة لا يجوز الانسحاب منها قبل انقضاء الأجل المحدد لها لكن إذا سمح له الشركاء الموجودون في الشركة في الانسحاب وانسحب بالفعل يكون من حق الشركاء الآخرين المطالبة بحل الشركة نظرا لاختلال التوازن الذي تقوم عليه الشركة